دمى في المغرب أفدى صندوق الضمان المركزي أنه تم منح مجموعه 22.4 مليار درهم من القروض المضمونة لفائدة 15183 مقاولة وذلك في إطار أليتي إقلاع المقاولات الصغيرة جدا وضمان إقلاع التين تم إطلاقهما في إطار المشهودات المبذولة لتخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا التفاصيل مع ناجات بوتفسط مساء الخير ناجات مساء الخير جوهر أهلا بكم مشاهدين في بلاغ له أعلن صندوق الضمان المركزي أن المقاولات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد شرعت في استئناف نشاطها ويضيف البلاغ أنه منذ إطلاق صندوق الضمان المركزي لأليتي إقلاع المقاولات الصغيرة جدا وضمان إقلاعها استفدت ما لا يقل عن 15183 مقاولة من مجموح قروض مضمونة بهذه الضمانات الاستثنائية بقيمة 22.4 مليار درهم وذلك بحجم التزامة بلغ 19.7 مليار درهم ويفيد البلاغ أن 10756 مقاولة استفادت من منتوج إقلاع المقاولات الصغيرة جدا والموجه لضمان قروض المقاولات الصغيرة جدا التي يقل رقم محاملاتها عن 10 ملايين درهم بإجمال قروض ممنوحة بلغ 2.4 مليار درهم وحجم التزامات بقيمة 2.3 مليار درهم كما استفادت 4.427 مقاولة من آلقة ضمان إقلاع والتي تهم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم وقد ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلقة 20 مليار درهم فيما بلغت الضمانة الممنوحة 17.4 مليار درهم وبخصوص توزيع القروض حسب القطاعات استفاد من نشاط القروض المضمونة بآلقة إقلاع المقاولات الصغيرة جدا وضمان إقلاع أساسا كل من قطاعات الصناعة بنسبة 33% والتجارة والتوزيع ب31% والأشغال العمومية بـ 17% ولتذكير مشاهدين فإن هذين المنتوجين أي إقلاع المقاولات الصغيرة جدا وضمان إقلاع الذين تم إطلاقهما في الخامس عشر من يونيو الماضي في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخدة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تتوخى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا يهدفان وكما جاء في بلغ صندوق الضمان المركزي إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى من تمويل رجوعها التدريجي لنشاطها العادي شكرا على حسن المتابعة شكرا لك ناجات